اشتركوا في القناة والماء أن الهيئة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع مؤخرا في منطقة الساحل الجنوبي الغربي للمملكة بنائنا محطة 220 كيلو فولت قادرة إجمالية للتغذية 360 كيلو فولت أمس وبالتالي تقدر تغذي سبع محطات 66 كيلو فولت وهو الفندق يحتاج محطة واحدة فقط 66 فالـ 220 موجودة تغطي المنطقة بالكامل احنا نشوف الله يسلمك أن احنا ما نبتدي نخطط المنطقة كلها ونقدر المنطقة بالكامل بنفس الشيء بالنسبة للماء فاحنا هذي بيقطع احتياجات المنطقة للـ 15 سن القادمة المشروع كان تكلفته بين الكهرباء والماء 21 مليون دينار بحريني تم تكملته بالكامل وبالتالي قبل فترة طويلة احنا شقلنا المحطة لأنه لا تعمير ولا بناء ولا تطوير بدون كهرباء وماء فحين وجود 220 كيلو فولت في المنطقة يقدي المنطقة بالكامل ولن تكون هناك أي إشكالية في القصول الكهرباء والاعتمادية والتواجدية بأحسن وأفضل الطرق